موسيقى موسيقى تنظر الحكومة الأمريكية بإيجابية لسير الانتخابات العراقية الأخيرة وما تمخضت من نتائج عنها ويتبدو على استعداد أعلى للتعامل مع الحكومة المقبلة بعد إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي التوجه الأمريكي هو تفعيل الملفات المشتركة ما بين البلدين من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنظم العلاقة بينهما في مجالات عديدة كالعسكرية والاقتصادية والسياسية فضلا عن القضايا المتعلقة بالأثار والثقافة والتعليم وتبعا لهذا المسار ستتحول العلاقة الأمنية بين واشنطن وبغداد إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباراتي مع مواصلة دعم القوات الأمنية بضمنها قوات البيشمرق في مواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز قدرة العراقيين على الدفاع عن بلدهم وفي هذا الإطار هناك عقود عسكرية بين العراق والولايات المتحدة بقيمة ما يقرب بـ 16 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة ومروحيات وبرامج لتدريب الطيارين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تركز أيضا على الحريات الأساسية بضمنها حرية الصحافة فضلا عن الضمانات الدستورية العراقية التي تحترم الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يذكر أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي وقعت ما بين الولايات المتحدة والعراق في نوفمبر عام 2008 وصادق عليها مجلس النواب العراقي بنهاية نفس العام ودخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من العام التالي 2009 كما أن مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن نصت على إنهاء المهام القتالية لقوات التحالف في العراق نهاية الشهر الجاري ويتزامن إنهاء المهام القتالية الأمريكية في العراق مع تصاعد هجمات تنظيم داعش مؤخرا على القوات العراقية وقوات البيشمرقة كما شهدت البصرة أمس تفجيرا بدراجة النارية أسفر عن سقوط أربعة ضحايا التهديدات الأمنية الجديدة التي تعرض لها العراق تطرح عددا من الأسئلة مفادها ما قدرة داعش على العودة إلى الواجهة مرة أخرى مع قرب انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق وما مدى قدرة القوات العراقية على مواجهة ذلك والتصدي له قبل حدوثه فقد هاجم عناصر من داعش قرية خضر جيجة تابعة لقضاء مخمور في محافظة نينما هذا الأسبوع ما يعد دليلا واضحا على أمكانية عودة نشاط داعش في العراق الهجوم أودى بحياة ثمانية مقاتلين من قوات البيشمرقة وثلاثة مدنيين من الأهالي وإلى البصرة الآمنة نسبيا في الفترات السابقة لا يزال التحقيق مستمر لمعرفة الجهة التي تقف وراء التفجير الإرهابي الذي تعرضت له المدينة من خلال عبوة ناسفة في أحدى الدراجات النارية ما أدى إلى موت عدد من المواطنين المدنيين وحرق سيارتين هذه التداعيات الأمنية دفعت برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى زيارة قضاء مخمور ومحافظة البصرة على رأس وفد أمني ضم وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات مشددا الكاظمي على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية ومواجهة خطر بقايا داعش الإرهابية نبقى مع تهديدات خلايا داعش هذه المرة في كاركوك إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية شاركت فيها قوات من قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمرقة وقوات جهاز مكافحة الإرهاب على غرار العمليات الأخرى في ديالة ومناطق أخرى في العراق ينضم لنا للحديث أكثر من واشنطن الخبير الأمني والعسكري السيد جول ريبرن أهلا بك معنا سيد ريبرن أبدأ كيف تقارن تغيير المهام القتالية الأمريكية إلى استشارية تدريبية مع الانسحاب الأمريكي الذي تم من العراق أواخر عام 2011 نعم سرني أن أكون معكم كلما أسمع أحدهم يقول إن القوات الأمريكية تنتقل من المهام القتالية أو المهام غير المباشرة والحملات ضد الإرهابيين أشعر ببعض الخوف لأننا مرينا بفترات انتقالية مماثلة في الماضي ولم ننجح في هذه المهام بشكل كبير لأن الانتقال كان دائما إلى دور استشاري للقوات الأمريكية أدى في نهاية المطاف إلى تراجع العمليات ضد داعش مما أيضا أعدى مجالا أو متنفسا لداعش للعودة فأنا يقلقني هذا التكرار الجديد لهذا الانتقال لأن الخطر موجود ولا أريد أن نرى تكرارا لهذا الانتقال الذي رأيناه في العام 2003 و2008 و2011 ويكون مؤسفا أن نتراجع عن إمكانية الاستمرار بالضغط على داعش طيب يعني ما المفروض أن تقوم به القوات العراقية لكي ترفع هذا التخوف سواء منك أو من أطراف أخرى تتخوف من أن يعود سيناريو داعش وسيطرة داعش على مناطق في العراق أعتقد أنه لا بد أن تكون هناك إمكانية لطلب الأمريكيين بالعودة إلى عمل أكثر فعالية على الأرض نعرف أن القوات الأمريكية وقوات الائتلاف تلعب دورا ضد داعش لا غير متوفر لدى القوات العراقية الآن وبالتالي قد تحصل طبعا القوات العراقية على هذه القدرات ولكن ليست جاهزة الآن فهناك مخاوف حقيقية طبعا هناك قوات في العراق وفي طهران تريد انسحاب القوات الأمريكية والبعض يفعل ذلك لأسباب سياسية ولكن سيسمح ذلك لداعش على المستوى العملاتي أن تستمر بعمليتها لكن سيد ريبرون هنا في واشنطن هناك أكثر من طرف وهنا أتحدث في الولايات المتحدة ليس في العراق أو في بلد آخر يتحدث بأن على العراقيين بأن يتولوا مسؤولية الأمن وهذا الطرف العراقي يقول هذا بالفعل ما يحصل على الأرض وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدعم على الأرض العراق لفترات أطول كيف تردون على هذا النقاش الأمريكي الأمريكي نعم وأنت على حق من دون شك هناك أشخاص من الجهتين اعتمدوا مواقف محدودة لأسباب سياسية ليست بعيدة النظر لأسباب سياسية ولكن إن لم نتوخى الحذر سيتراجع الضغط على داعش أمريكا هي دولة يحدها محيطان وتقليدياً نحن مع الوقت نتراجع عن التدابير المتعلقة بالأمن القومي في مناطق أخرى وذلك يشكل مخاطر لنا ولحلفائنا علينا أن نوازن هذا التوجه كذلك في بغداد هناك توجه للاستماع إلى الضغط الإيراني وهناك أيضاً شعور بسيادة العراقية وهو شعور قوي ولكن الفريقين يجدروا أن لا يتخذ القرارات المحدودة النظر طيب بالمقابل وبناء على ما قلت ما هي المسؤولية التي تقع من وجهة نظرك على واشنطن حيال هذا الملف والملف الأمني في العراق في المرحلة المقبلة مرحلة ما بعد تغيير المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق نعم كما قلت تماماً القوات الأمريكية ستخفف من دورها في العمليات ضد داعش وستركز فقط على المشورة وعلى دعم القوات العراقية في تعزيز استخباراتها وعملياتها وقدراتها اللوجستية وكل ذلك طبعاً ممتاز ومهم ويتماشى أيضاً مع اتفاق الإطار الستراتيجي كما قلتم في البداية ولكن علينا أيضاً أن نكون واقعيين الائتلاف ما زالت لديه قدرات غير متوفرة للقوات العراقية ويكون من المؤسف أن لا نكون واقعيين في هذا المجال وأن نسمح بتراجع الضغط على داعش لو نظرت إلى ما حصل في المخمور كما قلتم أو كيركوك وفي ديالا وفي عالي حوض الدجلة لا يمكننا أن نقول إن الوقت حان لخفض الضغط على داعش لأنه في هذه المناطق تحديداً داعش وقبل داعش القاعدة كان لديهما سجل في الانسحاب إلى هذه المناطق النائية لإعادة بناء قدراتهم ثم العودة للهجوم على المدن والقرى العراقية من هذه المناطق الوقت مبكر برأيي الآن لنجزم أن داعش لا يمكنه أن يعود يعني هنا نقطة ذكرت نقطة تخفيف لا يمكن الحديث عن تخفيف الضغط على داعش لا أعتقد بأن هناك الطرف يتحدث عن تخفيض الضغط على داعش سواء من الجانب العراقي أو حتى من الجانب الأمريكي بل حتى بعض المسؤولين الأمريكيين يتحدثون بأن حتى التكنولوجيا التي تمتلكها الولايات المتحدة في عام 2010 أو 2011 هي ليست نفس التكنولوجيا الموجودة اليوم وأن طابع الدعم الاستخباراتي والدعم اللوجيستي يختلف يعني حتى الدعم الأمريكي للعراق سيختلف هل تتفقون مع هذا الطرح؟ بأن الولايات المتحدة ستبقى تدعم لكن ليس مباشرة على الأرض نعم، هذه هي الخطة، خطة واشنغتون من دون شكل ولكن هذا كان الواقع أيضاً أكثر من مرة في الماضي بما فيه في العام 2011 ورأينا النتيجة كم كانت سيئة نعم، التكنولوجيا تتقدم باستمرار ولكن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل الوجود العملي على الأرض في إطار العمليات حتى في أفضل الظروف وأنا قلت زملائي هنا في واشنغتون سابقاً أن الموصل منذ العام 2003 سيطرت عليها قوات مختلفة أكثر من ثمانية مرات وتلعفر على سبيل المثال منطقة مشابهة لا يمكن أن نضمن أنها لن تخدع إلى سيطرة أخرى إن أسأنا إدارة الحملة ضد داعش هناك أيضاً الوضع في سوريا وهو مهم وأيضاً يهدد بالانتقال إلى العراق وهناك أيضاً حزب العمال الكردستاني ومجموعات عراقية أخرى يمكن أن تبعد التركيز عن الطاقة الضرورية للاستمرار بالضغط على داعش سيد ريبرن بالمقابل إلى أي مدى المصالح الأمريكية في العراق قد تهدد أو مهددة في حال ازداد النشاط التنظيم الإرهابي داعش أو استمرت التهديدات الأمنية بصورة عامة في العراق فيما يتعلق بداعش داعش تنظيم لديه تموحات تتخطى العراق لو كان بإمكان داعش السيطرة على أراضي محلية هم دائماً يريدون استعمال هذه الأراضي لتحويلها إلى ملاذات آمنة للقيام بهجمات تتخطى العراق وسوريا وحتى المنطقة رأينا ما حصل في أوروبا ضد الطيران الدولي وهذا تهديد إرهابي محدد وأمريكا لا بد من أن تكون لديها مصلحة للحول دون هذه التهديدات وبالتالي المصالح ستكون دائماً موجودة وهي خاصة تتمثل بمواجهة داعش الخبير الأمني والعسكرية سيد جير روبن كنت معنا من واشنطن شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة بعد الفاصل الحديث مستمر ونرحب بضيوفنا من العراق والحديث حول التهديدات الأمنية لتنظيم داعش مع قرب إنهاء المهم القتالية القوات الأمريكية في العراق ومدى جاهزية القوات العراقية لذلك أهلاً بكم متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراقي للحديث أكثر يشاركنا الحوار من بغداد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ومن السليمانية أمين عام وزارة الفشمرقة الفريق جبار ياور ضيوفي الكرام أهلاً وسهلاً بكم ويانا في برنامج بالعراقي وشكراً لوقتكم أبدأ مع حضرتك ساعة الفريق جبار ياور ابتداء من الأحد الماضي كان باشرتم بالتعاون مع قوات الأمن الاتحادية اجتماعاتكم لتنفيذ عمليات مشتركة ضد داعش في كاركوك وديالة وضعنا لو سمحت في صورة آلية التعاون بين الطرفين نعم كانت سابقة أن آلية التعاون هي فقط ضمن مراكز التنسيق لأننا شكلنا حوالي ست مراكز تنسيق في محافظات الديالة وكاركوك وإربيل في مخمور وفي الكسك في الموصل وكان لدينا مركزين آخرين رئيسيين في إربيل وفي بغداد كان العمل ضمن هذه المراكز هو التنسيق المعلوماتي المعلوماتي يعني تبادل المعلومات الاستخبارية أيضا تنظيم مرور الأرتال العسكرية أيضا الاتصال ما بين الوحدات العسكرية الموجودة لأن لدينا خطين لانتشار القوات خط انتشار قوات البيشمارقة من خانقين على الحدود الإيرانية إلى منطقة سحيلة على الحدود السورية الذي هو حوالي طوله خمسمائة وستين كيلومتر وأيضا بالمقابل أن هناك خط انتشار للقوات الاتحادية من خانقين على الحدود الإيرانية إلى سحيلة على الحدود السورية بنفس المسافة لذا كانت هذه المراكز تنسق ما بين هذه القوات وأيضا كان هناك لدور لهذه المراكز هو لتبادل المعلومات حول الأرض وأيضا لإن كان هناك مطلوبين من الجانبين من المحاكم تسليمهم ولكن منذ السبت يعني منذ اجتماعنا هذا الأسبوع السبت نحن قررنا قيادة قوات البيشمارقة وأيضا قيادة العمليات المشتركة أن نتجه نحو العمل المشترك الأمني والعسكري على الأرض يعني في الميدان ليس فقط في مراكز التسليق أو ضمن الوزارات أو في الاجتماعات واللجال وإنما نحاول على الأرض أن يكون هناك تنسيق مباشر ما بين الوحدات الصغيرة يعني من الفوج إلى الألوية إلى المحاور وقيادات العمليات ويكون هناك بينهم ينظمون خطط ويعملون على عمليات عسكرية مشتركة على الأرض والميدان في المناطق التي نشط فيها داعش على كل هذا الخط اللي حضرتك حجيت عنه نهاية عام 2017 نعم قررنا أن يكون على طول هذا الخط على طول هذا الخط هناك فجوات ما بين انتشار القوات البيشمارقة والجيش هناك فجوات ما بينهم ضمن الانتشار الخط بعض الفجوات كانت مساحاتها عمقها حوالي أربعين كيلومتر وطولها حوالي عشرين كيلومتر كانت فارغة من قوات الجيش وأيضا من قوات البيشمارقة وهي التي أصبحت ملاذات آمنة لداعش تستعملها للتخبيئة أنفسهم أسلحتهم أغذيتهم موادهم المتفجرة وحتى في بعض الأحيان يتدربون في هذه المناطق لذا لم تكن هناك في هذه الفترة منذ نهاية 2017 لحد الآن لم تكن هناك مسموح لقوات البيشمارقة أن تدخل هذه الفراغات وتعمل عمليات عسكرية وأيضا القوات الاتحادية كانت في بعض الحالات تقوم بعمليات صغيرة أو عمليات لا تدخل للعمق إلى قرب قوات البيشمارقة هذا تطور نوعي هذا تطور نوعي على الأرض معا وسوية يقومون بعمليات عسكرية ينعكس على الأرض في مواجهة بقايا تنظيم داعش هذا موضوع مهم الذي تتفضل بحضرتك نعم نعم نحن توصلنا إلى خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة للداعش خلال السنتين الشهرين الأخيرين نعم كما نقول كان لداعش على طول الفترة منذ 2018 و2019 و2021 كانت سنويا هناك المئات من العمليات الإرهابية التي تقوم بها وضحايا بالآلاف موجودين في هذه المنطقة ولكن كما قلت لم تكن هناك اتفاقية مثل الاتفاقية التي جرت بيننا هذا الأسبوع بعد دق ناقوس خطر داعش لأن زادت سرعة العمليات الإرهابية في هذه الفترة لذا غيرنا نوع التعاون أو التنسيق من تنسيق مكتبي إلى تنسيق ميداني للعمل المشترك ضد داعش شكرا سيادة الفريق خليني أروح لبغداد وأسمع من اللواء يحيار رسول كان هناك مشكلة بالصوت يعني ما قدرنا يشاركوا من البداية سيادة اللواء أهلا وسهلا بك في برنامج بالعراقي لو سمحت ضعنا في صورة زيارة السيد الكاظمي إلى مخمور والبصرة وآخر ما جاء في لقاءاته الأمنية سيادة اللواء تسمعني يبدو يبدو عندنا مشكلة بالصوت حتى لا يروح من عندنا الحوار تسمعني سيادة اللواء طيب عندنا مشكلة بالصوت خلينا نروح تقرير مع اقتراب موعد انهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية يخشى مراقبون من استغلال تنظيم داعش لهذا الموعد والاستمرار في التصعيد من هجماته على القوات الأمنية كما يحدث مؤخرا والخشية من تكرار سيناريو عام 2014 الذي كان لقوات التحالف بقيارة الولايات المتحدة الدول الكبير في إيقاف تقدم أفراد التنظيم ودعم القوات الأمنية المواجهة على حين غره عاش العراقيون أياما وصفها الخبراء بالمرعبة عام 2014 عندما انهارت القوات الأمنية سريعا أمام عناصر تنظيم داعش الذي احتل ثلث أرض العراق بغداد باتت مهددة بعد أن بدأ أفراد التنظيم يزحفون نحوها فيما أصبح العراق حتى أصغر منطقة إدارية فيه تعيش حالة من الانفلات الأمنية لم يسبقها مثيلة الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي للعراق سارعت لتشكيل تحالف دولي على خلفية ذلك للقضاء على التنظيم التحالف الدولي لدحر داعش الذي تأسس فيه العام 2014 كان أفضل بكثير من التحالف الرباعي الذي جاء فيه العام 2015 بتعاومة العراق وسوريا وإيران وروسيا وبالتالي حقق التحالف الدولي الكثير من المخرجات الإيجابية في القضاء على رؤوس مهمة في داعش في داخل العراق وفي خارج العراق والتالي هذه انتقالة حققت وساعدت في حقيقة دحر الإرهاب تمكن العراق بدعم التحالف من إعادة فرض سيطرته على المساحة التي احتلها داعش واستمر التحالف بقيادة الولايات المتحدة بدعم القوات الأمنية العراقية في حربها الدائرة ضد الخلايا النائمة للتنظيم للسنوات السبع الماضية بتقديم كل الإمكانيات المهمة من توفير الغطاء الجوي والمعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي في المناطق الوعرة والصحراوية هذا الدور استطاع من تعجيل وتقصير المدة التي تمكن بها العراق من القضاء على التنظيم وطرده من المدن على أقل تقدير وهو ما يعني يواصل ويستمر في ضرب أو كار هذا التنظيم بجهود وبصمات هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومع اقتراب موعد انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية يرى مراقبون أن الدور المحوري للتحالف الذي تشكل بنحو عشرين دولة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لا زال مهما لرفع جهوزية القوات الأمنية العراقية وإيقاف تصاعد الاستهدافات التي يشنها أفراد تنظيم داعش مستغلا إخلاء القوات الأمريكية للكثير من القواعد العسكرية وتحول مهامها في العراق باتجاه التدريب والمعلومات الاستخباراتية أسعد الزلزلي الحرة نعود إذن لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام وأتمنى يكون اللوائي حي رسولي سمعني الآن ساعة اللوائة سمعني أسمعك جيد أستاذ علي أهلا وسهلا بحضرتك وإعذرنا لمشكلة التقنية اليوم ما أدري لدينا مشكلة سيادة اللوائة أريد أسأل حضرتك أن تتفضل تضعنا في صورة زيارة السيد الكاظمي إلى مخمور والبصرة وآخر ما جاء في لقاءات الأمنية بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك سيد علي والسيد الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيش مرق أعتقد اليوم كانت زيارة موفقة للسيد القادر عام بقوات المسلحة إلى مدينة أربيل العزيزة ولقاءة بسيد رئيس وزراء الأقليم السيد مسلول برزاني ومثم انتقل السيد القادر عام إلى قضاء مخمور ورافقت الزيارة هي انطلاق عمليات عسكرية أمنية مشتركة اشتركت فيها قطاعات الجيش العراقي مع قوات البيش مرق بعدة مناطق ومحاور هذه العملية كانت ناجحة بالتخطيط والتنسيق من خلال التنسيق العالي ما بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيش مرق أيضا زيارة فيها رسائل أولا اطمئنان ومثم رسائل قوة أعتقد اليوم تواجد السيد القادر عن قوات المسلحة في قضاء مخمور وكذلك وصوله إلى قرية الهيبان ولقاء بالمواطنين هي رسالة قوية ورسالة عزم وفي نفس الوقت مثل ما أشار السيد القادر عن قوات مسلحة أنه هناك رسل الصفوف وأن نكون يد واحدة ورجل واحد من أجل استأصال بقايا هذه الأصابات الإرهابية خاصة من المناطق التي فارغة ما بين يعني تكون موجودة ما بين خط تواجد قوات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمرقة الآن نعمل سوية الزيارة الأخيرة للوفد وزارة البيشمرقة برئاسة السيد الفريق وأيضا ممثل القديم كردستان وعدد من ضباط وزارة البيشمرقة كان زيارة موفقة وتنسيق عالي وانتقلنا مثل ما أشار السيد الفريق من مرحلة المكاتب إلى المرحلة العملية والميدانية الآن هناك لوائين زين سيارة المقاطعة ليش هذا التأخير يعني ليش هذا التأخير يعني ليش هذا التأخير يسأل ليش هذه السنوات شان أكو هذا التأخير مشكلة لوجستية كانت لو شنو أنا أعتقد هو التنسيق يعني يمكنني نذكر السيد الفريق العزيز والغالي يعني أنه الكثير من الاجتماعات التي عقدت في قليم كردستان ووزارة البيشمرقة وكذلك في قيادة العمليات المشتركة تماخذت عن نتائج جيدة يعني أولا فتحنا بحدود ستة مراكز تنسيق مشترك هذه المراكز يتواجر بها ضباط من بيشمرقة وكذلك من قطعات الجيش والأجهزة السخباراتية أيضا في قيادة العمليات المشتركة يتواجر ضباط من أخواننا في وزاة البيشمرقة وينسقون العمل الآن ننتقل العمل إلى أن الوحدات هي نفسة على مستوى الوحدة يعني الفوج هناك تنسيق ما بين أمريئة الوحدات وضباط الاستخبارات في كل الجانبين للقيام بهذه العمليات وملء الفراغات بعدها حقيقة كانت زيارة مباشرة للسيد القادر العملي لمدينة البصرة العزيزة وحقيقة من خلالكم أنا معزي البصرة وشعب البصرة بالشهداء اللي سقطوا الشهداء الأربعة والجرحة وكانت أيضا زيارة يعني زار مكان الحادث واطلع على ما جرى وكان لديه لقاءات زار أيضا مجلس العزاء وقدم العزاء لذوي الشهداء بعدها كان اجتماع مع القادة الأمنية واجهزة الأمنية في محافظة البصرة للوقوف على آخر المستجدات وموضوع التحقيق الذي يجري الآن على يد ضباط أكفاء لملاحقة والقبض على من خطط ومن قام بعملية السهداف التي راح ضحيتها أربع مواطنيين الأبرياء لهذا اعتقد اليوم نحن عازمون على أن ندك معاقل التنظيم الأرهابي وقايا في الأولى بعمل مشترك وتنسيق عالي ما بيننا وما بين أخواننا في قوات البيش مرقى وكذلك ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن في محافظة البصرة رسائل واضحة رسائل كبيرة أعتقد اليوم حتى الموضوع الآخر هو حضوره إلى بغداد وافتتاح معرض الكتاب الدولي هي رسالة أخرى أنه رغم كل ما يجري لكن هناك الثقافة والاستمرار بالحياة بالشكل الطبيعي أعتقد اليوم التحدي وليس سهل وليس صعب في نفس الوقت مرينا بتجارب كبيرة أعتقد اليوم المرحلة القادمة ستكون فيها نتائج كبيرة وإيجابية على كافة المستويات وخاصة في موضوع تأمين هذه المناطق والتنسيق العالي الذي يجري بين قطعات الحكومة الاتحادية وقطعات وزاة البيشمرق لملاحقة وصال بقايا هذه الفلول الأرهابية حتى أريد أبقى بهذه النقطة قبل مهار الفاصل أريد أسمع من فريق جبار يا ورعاني سألت سؤال اللي هو سألت سيد اللواء التوقيت ليش كل هذا التأخير وليش الآن وصلنا لهذه المرحلة اللي يشتغلون الطرفين على الأرض مع بعض وجهة نظركم أولا الحقيقة بأنه في نهاية عام 2017 كما تعلم كان نتيجة خطأ أو كان نتيجة الخلافات السياسية الموجودة ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية على الرغم من أن قبل ذلك نحن تشاركنا بعضنا في تحرير الموصل والقضاء على ما كانت تسمى الإمارة الإسلامية في الشام والعراق كان صدر أمر في حينها من السيد العبادي وأصبح هناك تصادم ما بين قوات البيشمرق وقوات الجيش في مناطق عديدة في ديالة في كاركوك في الموصل وفي مناطق عديدة ومع الأسف سقطت الضحايا في ذلك إلى بروز عدم ثقة ما بين قوات البيشمرق والجيش لأنك تصادم مع بعض بعد ذلك استمرت خلافات سياسية ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية وأيضا كانت هناك اتجاهات وكتل سياسية ترفض التعاون كانت تتصور خاطئ إذا كان هناك عمل مشترك ما بين القوات البيشمرق والجيش سوف تعود مرة أخرى قوات البيشمرق إلى داخل المدن والذي نحن لا نؤمن بدخول أي قوات عسكري إلى داخل المدن لا البيشمرق ولا الجيش ولا الحجن الشعبي ولا أي قوة أخرى المدن هي أمن المدن يجب أن تكون بيد القوات الأمنية والشرطة وهذه فترة طويلة إلا إن عادت الثقة في الفترة الأخيرة خاصة في فترة رئاسة وزراء السيد الكاظمي كانت هناك علاقات جيدة مع عذرني سيادة الفريق أنا أقاطعك لأن أريد أفتح أيضا نقطة قبل أن نذهب للفاصل رئيس مجلس الوزراء بس أكمل بس أكمل تفضل نعم طبعا كما قلت في فترة حكومة السيد الكاظمي كانت هناك علاقات طيبة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية وإيضا زيارات ومحاولة لحل المشاكل ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كل هذه الأوضاع أدت إلى دفعنا نحن كقوات البيشمرق والجيش إلى التعاون العام في الميدان بصورة عامة وأيضا دفعنا الشعور بالخطر لأن في الفترة الأخيرة تصاعدت عمليات الإرهابية لداعش ومن ثم بأن يجب أن نغير استراتيجيتنا في الحرب ضد داعش نحن حاليا في ثكونات يجب أن نترك الثكونات ونذهب على الأرض نقاتل داعش في مخابئه ليس نقف نكون في الثكونات وداعش يهاجم قوات البيش مرق والجيش هذه هي الأسباب التي دعت بأننا نبدأ منذ هذا الأسبوع عمليات عسكرية مشتركة وسوف تستمر هذه العمليات العسكرية لا تقف أبدا إلى أن ننهي تواجد داعش في هذه المناطة أشكر أكساتي الفريق خلينا نروح فاصل بعد الفاصل حليث مستمر بشأن استمرار قوات الأمن العراقية في ملاحقات عناصر داعش والوقوف على قدرات القوات العراقية في القضاء على هذا التنظيم مع إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق قليكم أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في إجابة على سؤال لمراسلة الحرة في البصرة تعهد باستمرار ملاحقة كل من تورط بدماء العراقي لاحق كل المجرمين القتل المتورطين بدم العراقي مثل ما لاحقنا قتلت أحمد وزميرة صفا وهشام الهاشمي سوف نصل إلى جنات الذين يحاولون تحدد دولة راح داعش تحاول أن تهدد أمن المواطنين وفرق المواطنين تحاول أن تهدد الدولة الأخول الدولة باقية والدولة قوية وستفتاح كل الجنات وتعحيلهم للعدالة قضاءة البصل البطال شعب البطل ستحدد هلال المجرمين نعود نعود للمواصلة تحديث مع ضيفين الكريمين من بغداد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحي رسول عمين سليمانية أمين عام وزارة البشمرقة الفريق جبار اليور مرة أخرى ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي سيادة اللواء يحي رسول سيد الكاظمي قال داعش تسعى لإرهاب المواطن وهناك من يسعى لإرهاب الدولة وكلاهما عدو واحد هذا كلام سيد الكاظمي من تحاربون اليوم في العراق وفي القيادة العام للقوات المسلحة سيد الكريم كلام السيد القائد العام قوات المسلحة واضح وصريح نحن لدينا داعش ولدينا محاولة لإرهاب الدولة للإرهاب المواطنين من بعض الجهات التي تحمل الصلاح منفلت بهذا علينا أن نضع أمام عيوننا سلامة العراق وسلامة الشعب العراقي نحن جادون حقيقة بعض العملية التفجير التي حدثت في مدينة البصرة يوم أمس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأبطالنا في التحقيق توصلوا إلى خيوط وإلى نقاط مهمة جدا في موضوع من قام بعمل يزار العبوة وهناك تحقيق مستمر للوصول إلى الجنات وألقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العراقي الوطني النزيه لغرض محاكمتهم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل اليوم نحن نعمل رغم كل التحديات لأمن وسلامة العراق كل الأراضي العراقية وكل أبناء شعبنا من شمال إلى جنوب ومن غرب إلى شرق نحن جادون بحمايته وسلامة الأراضي العراقية والدفاع عن العراق وعن الشعب العراقي بهذا أعتقد اليوم الأجزاء الأمنية والسخمارات حضرتك قلت أكو خيوط وأنا أعرف حساسية الموقف وأعرف أن التحقيق مردال جاري بس كأي صحفي راح أسأل أي معلومات أي خيوط تقدرون تشاركوها ويانا ويا الناس اللي يدي تفرجون الآن ويسمعون حضرتك لا هو يعني أولا سيد رئيس سيد رئيس المجلس بزراء القادة عن قوات مسلحة تكلم قال أنه العملية كانت تسادف أحد الضباط اللي عملوا على التحقيق وتوصلوا إلى قتلت الصحفي أحمد عبدالصمد وزميلة وتم حالتهم إلى القضاء كانت عملية السهداف لهذا الضابط البطل لكن انفجار هذه العبوة التي أدت إلى استشهاد مواطنين أبرياء ليس لهم دخل بالموضوع وجرحة لهذا لا نريد أن نعطي كل الخيوط لكن أستطيع أن أقول إليك أنه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أبطالنا سيوصلون إلى من قام بهذا العمل الإرهابي وسيتم إحالتهم إلى القضاء لا مجال ولا مناص من هذا الأمور نعم طيب سيادة الفريق أسأل أيضا بيان للمكتب الإعلامي المجلس وزراء أقليم كردستان ذكر بأن رئيس الحكومة حكومة الأقليم سيد مسرور برزاني تلقى رسالة من وزير الدفاع الأمريكي أثناء فيها على دور البشمرقة المهم في هزيمة داعش هل لكم أن تطلعون على تفاصيل أكثر لهذه الرسالة بالحقيقة أنا ليس لدي تفاصيل أكثر حول هذه الرسالة ولكن الرسالة واضحة رسالة سيد أوستن وكما تعلم سيد أوستن لو تجربة تجربة طويلة في العراق وكان قبل انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام الفينو داعش كان هو قائد للقوات الأمريكية في حينها كانت هناك القوات المتعددة الجنسية موجودة قبل قوات التحالف الدولي يعني التحالف الدولي جاءت بعد عام الفينواربطاش ولديه يعني ولديه علاقات واسعة أيضا مع كل القادة العراقيين وخاصة القادة في إقليم كولستان وكنا في ذلك زمن نحن أيضا لجنة عليا للتنسيق ما بين القوات وكنا سبوعيا نجتمع مع سيادته مع القادة العراقية طيب ساعة الفريق برأيكم شلون ممكن يتأثر بالأوضاع العم الأمنية في العراق ويهتم ذلك شون ممكن يأثر موضوع إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية على الوضع الأمني في العراق سيادة الفريق عزيزي أنا وضحت ذلك سابقا لعدة قنوات عربية وعالمية الحقيقة أن لا أمريكا ولا قوات التحالف الدولي ليست لديها قوات كبيرة قتالية على الأرض منذ عام 2014 نعم كانت لديها قوات قتالية أمريكا منذ عام 2003 إلى نهاية عام 2011 كانت لديها قوات في العراق هناك فيالق فرق وفيالق عسكري موجود في العراق وكانت تقود كل العمليات العسكرية وكما نعلم أن منذ 2003 إلى حين 2011 قدمت حوالي 4600 قتيل من القوات الأمريكية و31 ألف جريح كان لديها ضمن قواتها في العراق ولكن من عام 2014 بعد تشهيل التحالف الدولي ولحد الآن ليس هناك لا جريح ولا قتيل من القوات الأمريكية وهذا هو دلالة على أن القوات الأمريكية لم تكن لها قوات مشات كبيرة على الأرض تشارك في العمليات العسكرية وإنما كانت قوات الفياشمرقة والجيش الاتحادي وباقي قوات الإقليم وباقي القوات الاتحادية والحجد الشعبي هي التي تقاتل على الأرض قوات إرهابي داعش وإنما كان هناك دعما كبيرا لوجستيا وأيضا دعما جويا ودعما استخباريا ودعم بالسلاح والعتاد والتدريب وهذا كله سوف يبقى ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي وقع ما بين أمريكا وما بين الحكومة العراقية أنا أتصور بأن سوف يستمر هذا الدعم من قبل التحالف الدولي بصورة عامة وللعلم الجميع حاليا ليس فقط التحالف الدولي وأمريكا هناك حاليا خلية للناتو موجودة في بغداد وهي تشترك مع القوات الاتحادية في مدالات التدريب والاستشارة وغيرها أريد أسألك على الاجتماع الأخير نعم أريد أسألك أنا على الاجتماع الأخير بينكم بين الناتو بس خليني أروح سيادة اللواء يحيى رسول سيادة اللواء وفقا الاتفاق الإطار الاستراتيجي المهام تنتهي بنهاية هذا الشهر هل بدأ تنفيذ هذا البند يعني ريد نقول هل المهام ستتغير بنهاية السنة هل يوم ولا بدأ موضوع تغيير المهام من الآن لا لا هو يعني باشرة القوات الأمريكية والتحالف الدولي بعملية انسحاب القوات ذات المهام القتالية والابقاء على المستشارين أنا لا أريد أوضح مثل ما أشار السيد الفريق أنه ما قدنا قوات قتالية بأعداد كبيرة جدا حتى في معارك التحرير نعم الولايات المتحدة الأمريكية نشكرها على كل الدعم الذي قدمت أنه من خلال التدريب التسليح التجهيز الضربات الجوية تبادل معلومات الخبراتية لاستطلاع المصور والمسلح وهذا كان حقيقة على مدار الساعة أنا أذكر في معارك التحرير مدية الموصل تم تدريب فرقتين عسكرية فرقة 15 وفرقة 16 وهي دربت وسلحت وجهزت بكافة الأسلحة والمعدات والآليات وهي يؤت للدخول لمعركة مدية الموصل وكان الهواقع كبير بعمليات التحرير بتحرير مدية الموصل الآن عملية استبدال المهام يعني أولا خروج القوات ذات المهام القتالية والبقاء على المستشارين هذا ما تمخض عن الحوار الستراتيجي والحوار المشترك الذي سيادة أستأذنك ممكن عندك أرقام إشقد القوات التي ستنسحب وإشقد القوات التي عندها مهم استشارية ورح تبقى هل عندنا هذه الأرقام إذا سمحت أولا إذا وضح شغلة ليطلع عليها الجميع أولا القوات التي نقول عليها ذات المهام القتالية هذه القوات هي مو أدى مهام تحمل السلاح وتقاتل على العراضة العراقية لا اللي يقاتل اللي يحرر واللي يقاتل واللي يزال لحد هذه اللحظة هي القطاعات المشتركة العراقية لكن هذه القوات هي مسؤوليتها تأمين الحماية للمستشارين من التحالف الدولي عملية انسحابة وخروجها ستخرج سيبقى فقط المستشارين وهذا بتقدير القيادة العسكري العراقية ما نحتاج من المستشارين سيكون وجودهم داخل معسكرات العراقية وتأمين حمايتهم وسلامتهم من قبل القوات العراقية لهذا أعتقد اليوم المرحلة اللي تقدمنا بها أعتقدها مرحلة جيدة لازمنا حقيقة نحتاج إلى موضوع التدريب التسليح التجهيز في بعض الأحيان أيضا نوجه طائرات التحالف الدولي وطائرات الأمريكية بضربات جوية في بعض المواقع التي نحتاجها وبالتنسيق وأمر من قيادة القيادة العسكرية العراقية لهذا يجب أن نوضح للعالم ما يجري الآن بعد الحوار الستراتيجي وكذلك الاجتماعات التي حدثت ما بين الجانب الأمريكي واللجنة الفنية التي أكملت عملية الاجتماعات وما تمخضت عنها نهاية هذه السنة يوم واحد ثلاثين مثل ما أشرت كل هذه القوات ذات المهام القتالية حقيقة لا أمتلك أرقام دقيقة عنها لكن كلها ستخرج سيبقى فقط المستشارين وستبقى الشراكة مع التحالف الدولي في موضوع الدعم اللوجستي التدريب التسليح المعدات وكذلك تبادل معلومات استخباراتية وفي بعض الأحيان ستلو أريد أقاضع وعذر المقاطعة هل قلت أنه حتى الضربات الجوية نحن الذي ننطي نقول الأمريكيين وين يضربون تحددون لهم الأهداف المعلومات على الأرض أنتم لتقدموها للجانب الأمريكي نعم نعم لدينا معلومات استخباراتية ننسق هذه المعلومات تدقق المعلومات نحللها نقاطعها وننسق مع المستشارين وتعطى الأوامر لطارة التحالف بأمر القيادة العسكري العراقي لتوجيه ضربات باتجاه معاقل أصابة داعش الأرهابي وفي بعض الأحيان هناك تبادل المعلومات الاستخباراتية مع التحالف الدولي هذا التنسيق وهذه الشراكة هذه الاستشارة تقدم الكثير سيد الكريم خطر داعش لا زال قائم لا زالت الأراضي السورية يتواجد بها الكثير من الأصابات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم داعش الإرهابي في معسكر الهول آلاف الإرهابي الموجودين في سجن الحسكة كذلك بحدود عشرة آلاف إرهابي أيضا نحن نعمل على تأمين الحدود العراقية السورية ووصلنا إلى مراحل كبيرة بعملية تحصينها وتحكيمها وإن شاء الله لم يبقى إلا القليل علينا أن نضع الكل يعلم مصرحة العراق ومصرحة الشعب العراقي لكن أؤكد اليوم المعادلة تغيرت اليوم قواتنا لديها القوة لديها الجهوزية لديها الاستعداد الكامل لكن نحتاج إلى أن نستكمل بناء هذه القدرات سواء نؤكد على إكمال قدرات القوة الجوية الدفاع الجوي طيران الجيش والأسلح الأخرى والصنوف وهذا ما تعمل علي القيادة العسكرية العراقي طيب ساعة الفريق أريد أسأل على الاجتماع الأخير بينكم وما بين القوات العراقية وكنت حاضرين في قوات النيتو بساعة فريق جبار ياور أي تفاصيل ممكن أيضا تشاركها ويانا على مهمة النيتو بالعراق وهل رح تستبدل بعض هذه المهام التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية نعم طبعا كان هناك كما قلت اجتماعين كان لدينا السبت اجتماع مع قيادة العمليات المشتركة وكان يشارك في الاجتماع أيضا قوات التحالف الدولي وأيضا كان في يوم الاثنين لدينا اجتماع في بزارة الدفاع وفي قيادة العمليات المشتركة حول نفس المواضيع هي النقاط المهمة التي وضعناها كآلية للعمل المشترك في الحرب ضد داعش هي أولا بأن القوات كما ذكرت الموجودين على الخطين انتشار قوات البيشمارقة والجيش هناك لدى في خط قوات البيشمارقة محاور هناك ثلاث محاور ثمان محاور هذه المحاور تعتبر قيادات يعني قيادات في المناطق وتقود ألوية من قوات البيشمارقة على طول 560 كيلومتر بالمقابل هناك قيادات عمليات في الجيش الاتحادي حوالي أربع قيادات عمليات في المقابل في ديالة وفي كاركوك وفي صلاح الدين وفي نينوى وأيضا هناك ألوية وفرق عسكرية على هذا الخط نحن قررنا بأن يتحول التنسيق ما بين وزارة البيشمارقة وقيادة العمليات إلى هذه القيادات على الأرض ومن القيادات إلى الألوية ومن الألوية إلى الأفواج يعني لا يحتاجون إلى أخذ الموافقة أو الصلاحية في هذه النقطة سيادة الفريق أنا لا أبقى عندي يوميا يلسون مع البعض ويخططون لعمليات عسكرية أريد أسمع أعذرني سيادة الفريق أنا وصلت للفكرة بس أريد أسمع أريد أسأل اللواء يحير السؤال سيادة اللواء هذه المناطق الرخوة التي كانت 40 كيلو و20 كيلو عمق هل كانت ما بها أحد هل هل ستم السيطرة عليها سيطرة على كل هذه المناطق الثغرات بالتعاون ما بين بغداد والبيش مرقة أكيد بالتنسيق الآن أكيد الآن التنسيق يجر على المستوى عالي ما بينه ما بين قوات البيش مرقة ألوية من البيش مرقة وألوية من الجيش العراقي تعمل على تأمين هذه المناطق والقيام بعمريات مشتركة ومثل ما أشار السيد الفريق أنه الآن أصبحت حرية بالعمل ما بين الوحدات العسكرية في الحكومة الاتحادية وفي وزارة البيش مرقة وأخواننا في قوات البيش مرقة لهذا هذه المناطق نحن جادون العمليات تستمر بيها الستراتيجية تغيرت جادون بملاحقة هذه البؤر الأرهابية وتنظيفها بشكل تام والسيطرة على كل هذه المناطق الرخوة لا نريد أن نعطي أي ملاذ آمن لهذه الأصابات الإرهابية أيضا هناك مبدأ عسكر يقول خير وسيلة الدفاع هي الهجوم يجب أن نهجم وأن نصل إلى أماكن تواجد هذه البقايا الإرهابية واستأصالها بتعاون الجميع وأن نرص الصفوف وأن نكون رجل واحد ويد واحدة من أجل إنهاء هذه الغداد السلطانية الموجودة ضيفية الكريمين من بغداد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوائح رسول ومن سليمانية أمين عام وزارة البيش مرقة الفريق جبار الياور آنستونا وشرفتونا في مشاركتكم اليوم أشكركم جزيل الشكر والابتنان والشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة نلتقيكم إن شاء الله يوم غد وحلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون التابعون على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة